اشتركوا في القناة اثرت بشكل او باخر في القصص التي يقولها فكان لابد من وجود شخص مختص في باب التاريخ والتراجم في آن واحد يشرح لك من هؤلاء الذين يتكلم عنهم ابن حزم وقد يذكر احيانا ابن حزم القصة او الحديث بالمعنى وهذا المعنى فيه خلاف للنص الاصلي فيكون دور المحقق هنا هو وضع القصة نصها الاصلي او الحديث كما هو في الهامش قوق الحمامة لابن حزم الاندلسي من تحقيق احسان عباس والذي ضمنه عباس ضمن رسائل ابن حزم الواقعة في اربعة اجزاء وقد ضغطت في مجلدين من نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر وهذا الكتاب قد نشر كثيرا في طبعات متعددة وتصدى لتحقيقه جمهور غير قليل من المحققين وأنا لم أستطع أن أقرأ كل الطبعات وأقارن بينها ولكن طبعة احسان عباس طبعة فاخرة فهو شخص موسوعي بحق ومتخصص في تاريخ الاندلس إذ أن هذه الرسالة فيها ما يسمى سايد ستوري أو قصة جانبية يتكلم فيها ابن حزم وكان إحسان عباس معلقا في بعض الأحيان على بعض الأمور التي ترى أن في استدراكه على ابن حزم فائدة مثل كلام ابن حزم عن أن النساء لا تفشين أسرار العلاقات ومن خلال استقرائي لتحقيق إحسان عباس رأيت أن عمل التحقيق يفضل أن يقوم به الشخص في ذروة إنتاجه العلمي أي بعد أن يمتلئ المحقق مطالعة وبحثا وبذلك تكون نسب الوقوف على مصدر الأقوال أرجح بكثير عندما يبدأ محققا وهو للتو في مرحلة الجرد وكذا يظهر من خلال أسلوب إحسان عباس أن ضبط اللغة العربية ركيزة أساسية لعملية التحقيق فبعض كلام ابن حزم يحتاج إلى محاقق حاذق لتوجيهه الوجه الصحيح وهذا يكون بإيجادة اللغة وضبطها ضبطا حسنا وبمعرفة كلام العرب وسياقاته ومدلولاته وثانيا بالوقوف على عدة مخطوطات فسوف ترى في تحقيق إحسان عباس أن بعض الكلمات تراها أوضح معنى في المخطوطة الأخرى في مقدمة طوق الحمامة أظهر ابن حزم منهجه في التأليف وأظهر أن سبب تأليف هذه الرسالة ليست رغبة عابرة وإنما استجابة لصديق بعث له برسالة طلب منه فيها أن يؤلف في هذا الباب وأنت ترى أن ابن حزم يقول لولا هذا الطلب لما كتبت هذه الرسالة وذلك في قوله وكلفتني أعزك الله أن أصنف لك رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه فبدرت إلى مرغوبك ولولا الإيجاب لك لما تكلفته فهذا من العفو والأولى بنا مع قصر أعمارنا ألا نصرفها إلا فيما نرجو به رحب المنقلب وحسن المآب غدا وأظهر أيضا في المقدمة أن ما ينقله من قصص في هذا الكتاب هو مما شاهده أو وقف عليه أو حذثه به الثقات ممن عاصرهم ولكن في الوقت ذاته كنا عن أسماء هذه الشخصيات وقال أن سبب التكنية هي إما عورة لا نستجيز كشفها وإما نحافظ في ذلك صديقا ودودا وأما الذين سماهم في قصصه التي أوردها فذكر بسبب ذلك وقال وحسبي أن أسمي من لا ضرر في تسميته ولا يلحقنا والمسمى عيب في ذكره إما لاشتهار لا يغني عن الطي وترك التبيين وإما لرضى من المخبر عنه بظهور خبره وقلة إنكار منه لنقله فتجد أن هذه الأخبار ليست نقلا عن كتب المتقدمين أو ما شاع عن الأعراب المتقدمين بل هي أخبار اقتصر زمانها المكاني على فترة ابن حزم 384 هجرية 456 هجرية في الغالب الأعم وهي مفيدة للباحث في علم الإجتماع والوقوف على عادات الناس في ذلك العصر وأظهر في المقدمة أيضا أن أغلب الأشعار التي قيلت في كتابه هي من صنع ابن حزم نفسه على لسان هذه الشخصيات التي تكلم عنها ومما يجدر به الذكر أن ابن حزم ذكر في الكتاب أن تنشئته الأولى في الشعر وتحفيظ القرآن والكتابة كانت على يد النساء فهن ساهمنا مساهمة كبيرة في صناعة هذا الرجل الموسوعي ومع ذلك النسخة التي كانت المصدر لكتاب طوق الحمامة التي نسخت في مستهل رجب عام 738 هجرية ذكر في خاتمتها كملت الرسالة المعروفة بطوق الحمامة بعد حذف أكثر أشعارها وإبقاء العيون منها تحسينا لها وإظهارا لمحاسينها وتصغيرا لحجمها فليست كل أشعار ابن حزم التي ذكرها في كتابه هذا قد وصلتنا والكلام عن أمور إنسانية مشتركة بين كل البشر مثل الحب يجعل الكتاب مفيد في كل زمان ومكان لأن هذه غريزة إنسانية باقية في الإنسان ما بقي فكلام بعض المؤلفين عن آثار الصفات الإنسانية في حقبة ما تجد غالبا الفائدة فيها رغم مرور القرون عليها ولا أدل على ذلك من كتاب العبودية المختارة للفيلسوف الفرنسي إيتين ديلا بوسيه فكتب كتابه في القرن الخامس عشر مستدلا بشواهد من زمن الإغريق والرومان قبل الميلاد ورأى أنها شواهد صالحة للاستدلال على حالته في القرن الخامس عشر ونحن نرى أن هذا الكتاب المكتوب في ذلك الزمن والذي استدل فيه كثيرا بما ورد في زمن قبل الميلاد صالح للاستدلال على حالتنا في القرن الواحد والعشرين ما الذي جعل هذه الصلاحية سارية كل هذا الوقت وهي تشابه صفة الطغيان لدى الإنسان وما يترتب عليها من آثار ولأن الحب صفة إنسانية مشتركة فسوف تجد الكثير من نظائر ما كتبه ابن حزم في بعض كتب الأدباء العالميين عندما يتكلمون عن الحب فمثلا في الجانب النظري ترى ابن حزم يقول ومن عجيب ما يقع في الحب طاعة المحب لمحبوبه وصرفه طباعه قصرا إلى طباع من يحبه ثم تجد تطبيق ذلك في رواية ليو تيلستوي السعادة الزوجية على لسان ماريا أليكساندروفنا لما قالت الكتب التي كانت حتى ذلك الحين لا أقرأها إلا دفعا للدجر ومنعا للسأم أصبحت فرحا من أكبر أفراح حياتي لا لشيء إلا لأننا تبادلنا بعض الأحاديث عن الكتب أو قرأناها معا أو جاءني ببعضها أو حتى في كلامه عن العيون في إيصال المشاعر لما قال وأعلم أن العين تنوب عن الرسل ويدرك بها المراد والحواس الأربع أبواب إلى القلب ومنافذ نحو النفس والعين أبلغها وأصحها دلالة وأوعاها عملا وهذا يذكرك بما قاله الروائي محمد بن صالح الشمران في روايته أميرة لما قال لغة العيون وحدها التي تستطيع إيصال ما في القلوب من غير نفاق أو مصانعة ثم ما الذي يجعل هذا الكتاب يكون علامة فارقة لدى المستشرقين وينال هذا الاهتمام الكبير هو لأنه من الغريب أن يتكلم ما يسمى برجل الدين في هذه الأبواب ولا يأتي بكلام عام وإنما يفصل ويشرح تفصيلا دقيقا رغم أن ابن حزم قد قيد كلامه في آخر بابين من الكتاب فباب قبح المعصية هو فيما أظن من أطول الأبواب ثم تلاه بفصل فضل التعفف ليعمل موازنة فيما طرح سابقا حتى لا يتماهى الشخص مع هذه القصص وينساق لهواه في الفصلين وضع جملة من الضوابط والنواهي حتى لا يقع الشخص في المحظور الشرعي ورغب في الحلال وزينه ومع ذلك توقع أن ينكر عليه من أسماهم المتعصبين لتأليفه مثل هذا الكتاب فقال في الخاتمة وأنا أعلم أنه سينكر علي بعض المتعصبين علي تأليفي لمثل هذا ويقول إنه خالف طريقته وتجافى عن وجهته وما أحل لأحد أن يظن في غير ما قصدته القصة الجانبية في الكتاب هي بعض المذكرات ككلام ابن حزم المتفرق عن نفسه حكى في غير موضع عن تعلقه الشديد بجارية اسمها نعم وموتها وحزنه الشديد عليها ولقد ماتت وهو في العشرين من عمره إلا أنه تراه يقول فوالله ما سلوت حتى الآن ولو قبل غداء لفديتها بكل ما أملك من تلد وطارف وببعض أجزاء جسم العزيزة علي مسارعا طائعا وما طاب لي عيش بعدها ولا نسيت ذكرها ولا أنست بسواها ولقد عفى حبي لها على كل ما قبله وحرم ما كان بعده وحكى عن شيخه الذي كره إليه فعل القبائح وحكى عن نفسه أنه لم يزن قط وذكر تواريخ وفاة والده والأجواء التي هيمنت على العزاء آنذاك ولكن تكرر كلامه عن تلك الجارية التي تعلق قلبه بها في ثلاثة مواضع وكان أحيانا عرض موجز ولكنه أطال النفس في أحد المواضع ويرى ابن حزم أن المتحابين لا يتحابون حبا حقيقيا إلا وبينهما مشاكلة واتفاق في الصفات الطبيعية وكلما كثرت الأشباه زادت المجانسة وتأكدت المودة وأصل لهذا الموضوع من الناحية الشرعية والفلسفية والواقعية وفي الوقت نفسه لا يؤمن ابن حزم بقضية الحب من أول نظرة فيقول وإني لأطيل العجب من كل من يدعي أنه يحب من نظرة واحدة ولا أكاد أصدقه ولا أجعل حبه إلا ضربا من الشهوة وأما أن لا يكون في ظني متمكنا في صحيح الفؤاد نافذا في حجاب القلب فما أقدر على ذلك وما لسق بأحشاء حب قط إلا مع الزمن الطويل وبعد ملازمة الشخص لدهرا وأخدي معه في كل جد وهزل ويذكر ابن حزم أن من علامات الحب نحول الجسم من دون حر يكون فيه ولا وجع مانع من التقلب والحركة والمشي وهذا الأمر حاضر في أذهان العامة فعندما يرونك ضعفت فجأة يمازحونك قائلين هل تحب فهو شخص في أذهانهم أن الحب يضعف وأن هذا أمر مشاهد منذ القدم ويذكر أيضا ابن حزم أن من علامات الحب أنك ترى المحب يحب أهل محبوبه وقرابته وخاصته وأنك ترى هذا في كثير من العشاق وهذا تجده في قول عنترة أحب بني عبس ولو هذروا دمي لأجلك يا بنت الصراط الأكارمي ففي هذا البيت يقول أنه يحب بني عبس لا لأنه منهم بل لأجل عبله وحتى وإن هذروا دمه وقد بوب ابن حزم باب من أحب بالوصف وقال في مقدمته من غريب أصول العشق أن تقع المحبة بالوصف دون المعاينة فإن للحكايات ونعت المحاسن ورصف الأخبار تأثيرا في النفس ظاهرا ولأن الرجل قد يتأثر بدكر وصف المرأة حتى دون أن يراها وقد يهيم فيها ويفتن بها وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ورغم أهمية هذا الحديث في هذا الباب إلا أنه لم يرد على ذكره ابن حزم وأظنه سقط سهوا وبوب أيضا باب المراسلة وقال فرب فضيحة كانت بسبب كتاب الآن هناك ما يعرف بأدب الرسائل وفيه جزء لا بأس به عن مراسلات حب ولعل أشهرها كتاب الشعلة الزرقاء الذي حاوى رسائل جبران خليل جبران ومي زيادة وكذا صنيع غاد السمان في نشرها رسائل غسان كنفاني ولعل هذه الأخيرة يصلح لأن تكون داخلة ضمن كلام ابن حزم فهناك جوانب بلاغية جميلة وهو ما ركزت عليه الغالبية من القراءة إلا أن هناك جانب اجتماعي غفل عنه فكانت رسائل غسان كنفاني إلى غاد السمان وهو متزوج بامرأة أخرى وفي نفس الوقت يهيم حبا بامرأة غير زوجته ويريدها أن تبادله مشاعر الحب ذاته وبقي خلفها سنوات تلو سنوات وهو على هذا الحال ولما نشرت هذه الرسائل وأظهرته على هذا الحال أظن أن ذلك من الفضيحة ولم تكن لتحدث هذه الفضيحة من غير المكاتبة والمراسلة فهي الدليل الدامغ فلو كان الكلام شفيها لكانت هناك مداخل لا مدخل لتكذيبه وهو مما لا يحصل مع الكتب التي يستطاع من خلالها عمل مقارنة بلاغية بين أسلوبه في كتبه وأسلوب الرسالة والصوت والصورة أشد توثيقا من الكتب وهو أمر لم يدركه ابن حزم وقد قرأت هذا الكتاب في فترة خطوبتي فقلت آنذاك مغردا كتاب طوق الحمامة لابن حزم من الكتب التي يفضل قراءتها لوجود مناسبة ذات علاقة مثل الإقتران أو الخطوبة هذا يجعلك تعيش جوها أكثر وتمازج ما بين النظرية والتطبيق هذا والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين